حالة من الجدل أثيرت بعد انتشار شائعات روجتها القناة السابعة الإسرائيلية تزعم أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اقترح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وجزء من سيناء وإقامة حكم ذاتيا في الضفة الغربية التقرير التالي فيه المزيد وهل من دخان من دون نار؟ فإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وجزء من صحراء سيناء مقترح عاد إلى سطح التداول من جديد تصريح أدل به الوزير الإسرائيلي أيوب قرى بعد لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية نتانياهو برئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مجرد شائعات كان رد الخارجية المصرية التي نفت الموضوع قطعيا تماما كرد سلطة الفلسطينية التي اعتبرتها فكرة سخيفة هذا اقتراح لا هو واقعي ولا عادل ولا من الممكن تنفيذه على الإطلاق محاولة للهروب من استحقاقات أساسية الاستحقاق الأساسي هو استقلال الشعب الفلسطيني زوال الاحتلال يحاولوا أن ينفو مسألة الحديث عن حل الدولتين فيحاولوا أن يملأوا الفراغ بأي شيء إذا كانوا يرون حل بأن يكون هناك أرض أخرى لحل المشكة ما بين الفلسطين والإسرائيليين نعم هذا ممكن الجهة الطارئة على المنطقة هم الإسرائيليين فليبحث الإسرائيليون على الأرض أخرى ويتركوا بلادنا الفكرة لم تكن وليدة اليوم فبالعودة إلى عام 52 جرى حديث سري بين أمريكا ومصر بهذا الخصوص وأعيد طرح القضية عام 2004 بخطة إسرائيلية تنص على شراء ما مساحته 720 كم مربعا من أراضي سيناء ومضاعفة مساحة قطاع غزة وجعلها وطنا بديلا للفلسطينيين مقابل استلاء إسرائيل على الضفة الغربية بأكملها عمليا هذا غير واقعي لأن الفلسطينيين الصراع الرئيسي مع الإسرائيل هي الضفة الغربية لكن لا يعني ذلك أنه لا توجد طروحات ولا توجد خطط لدى إسرائيل ويتم نقاشها جديا لتغييب موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الضفة الغربية وهناك تزايد كبير في الاستيطان هناك تغول في الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس وبالتالي إسرائيل تخطط لسنوات طويلة القيادة الفلسطينية يجب أن تنظر بخطورة كبيرة لمثل هذه المشاريع ثانيا يجب أن تتصدى لها عمليا وهذا يقوم من خلال استعادة الوحدة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتوحيد الجهود الفلسطينية في برنامج سياسي وطني شامل وكما هي القدس عاصمة فلسطين الأبدية ولا تنازل عن هذا الحق فسيناء جزء لا يتجزأ من الأرض المصرية إلا أن الطرحة المستمرة لهذا السيناريو يترك النهاية مفتوحة من رامالة المحتلة زينا صندوق رؤيا